بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم عن درس جديد بتكلم عن الانظمة العددية ايه هي الانظمة العددية في عندي اربع انظمة احنا هنتكلم عليهم هو النظام اول نظام عندي اسم نظام اسم السنائي وفي نظام اسم نظام السوماني وفي النظام العاشري وفي النظام السداسي عشر هنتكلم عن كل نظام فيهم بالتفصيل وهناخد امثال عليهم برضك في الفيديوهات بازن الله اللي جاية هنشرح كل نظام فيهم عبارة عن ايه اساسي ايه وبتكون من ايه? فعندي اول حاجة نظام نظام السناقي. نظام السناقي ده احنا بنعمل الرمز اتنين. اللي هو ليه? جاي من كلمة بنصنائي سناقي يعني اتنين. طيب نظام ده يبقى اساسو اتنين. بس بتكون عندي من ايه? يتكون من رقمين بس. اللي هو سفر والواحد. يبقى النظام السناقي ما بتكونش غير من رقمين. له بيض لسود. لفيه كهرباء ولمفيش كهرباء. يبقى لامة لا اما ايه? لا اما واحد. طب بتاعنا نشوف النظام السوماني. السوماني ده اساسه يبقى اساسه تمانية. طب بتكون من ايه? بيتكون من عندي من الارقام. من اول سفر للحد السبعة. سفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. يبقى كده كم رقم? كده كم رقم تمان ارقام. طيب. ده بالنسبة للنظام السوماني. يبقى النظام السوماني من سفر للحد سبعة. طب بالنسبة للنظام العشر. النظام العشر يبقى اساسه ايه? يبقى ساس وعشرة. يبقى يتكون من سفر لحد الرقم تسعة. دول عندي من سفر لحد تسعة. سفر واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. يبقى دول كام عشر ترقام? تعالي نشوف النظام السوداسي عشر. السوداسي عشر يعني ايه? يعني ستة عشر. طيب الوقت انا عندي الارقام يبقى من سفر لحد التسعة. وكمان معهم الحروف من ايه? لحد الف. من سفر لحد تسعة الليها سفر واحد واتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة. بس يعني انا النظام السوداسي ما نفعش اكتفي رقمين. يعني ايه? ما نفعش اكتفي رقمين. يعني لازم ان يكون عندي خانة واحدة بس. فانا مش ينفع اكتب عشرة لان عشرة الوقت عبارة عن رقمين. لايه واحد وصفة. هكتب الحروف من ايه لحد ف? لايه عبارة عن ايه وبي وسي ودي وايه وف. يبقى الوقت لو انا قلت على حرف الايه? يبقى حرف الايه ده اللي هو رقم عشرة. طب حرف البي حداشر اتناشر تلاتة عشر خمستاشر. ده بالنسبة لنظام ايه? لنظام السوداسي عشر. بالنظام السوداسي عشر. بيبقى من صفر لحد السعة والحروف بيبقى عبارة عن دول دول عبارة عن عشر ترقام. طب ومن ايه لحد عبارة عن ستة ستة حروف? يبقى كل دول مع بعض يدوا ايه? يدوا لي ستاشر رقم او ستاشر خانة. تمام طيب بقى نقول تاني يبقى الانزمة العددية عندي بتتكون عندي من اربع انزمة نزام سنائي ونزام سماني ونزام عشري ونزام سداسي عشر. النزام السنائي بتكون من رقمين بس. سفر واحد. طيب النزام السوماني بتكون من سفر الحد سبعة. النزام العشري بقى من سفر الحد تسعة والنزام السداسي عشر من سفر الحد تسعة والحرف عندي من ايه لحد الاف. يبقى ده كل الانزمة العددية اللي عندي. هنشوف مسال على كل نزام فيهم والتحولات ازاي يحول من نزام لنزام تاني.